موسيقى مشاهدين اهلا بخضراتكم منذ قدة ساعات تم اتشاف حطام من الغواصة المفقودة تايتان على بعد حوالي 488 متر من مقدمة السفينة تايتانيك وعلى عمق 4 كيلو متر من سطح الماء في زاوية نائية من شمال المحل اعلى مسؤولين في خفر السباح الامريكي العثور على 5 اجزاء كبيرة من حطام الغواصة تايتان اللي بيبلغ طولها 6 و 7 من 10 متر في حقل الحطام بينها مخروط الزيل والقسمين من بدن الغواصة بهذا يزدل الستار على هذه القصة المأساوية للغواصة تايتانيك اعلن خفر السواحل الامريكي العثور على حطام الغواصة تايتان التي كانت تقل 5 اشخاص في رحلة الى السفينة تايتانيك التي غرقت قبل اكثر من 100 عام واعلنت ان دمرها سبب انفجار داخلي كاريتي او ده بحياة جميع من كانوا عليها يتنتهي بذلك عملية بحث متعددة الجنسيات استمرت على مدار 5 ايام كشف مسؤولين شاركو في البحث عن الغواصة المنكوبة لشبكة سكاي نيوز لنظام الكشف الصوتي العسكري السر المصمم لرصد الغواصات المعادية راصد لاول مرة ما تشتبه البحرية الامريكية بانه انفجار داخل الغواصة تايتان بعد ساعات فقط من بدء رحلتها وقال المسؤولين انه في حين ان البحرية لم تستطيع القول بشكل قاطع ان الصوت جاء من تايتان فقد لعب الاكتشاف دور في تضييق نطاق البحث عن السفينة قبل اكتشاف خطمة وفق ما نقلت طبعا صحيفة وولستريت جورنال واوضح مسؤول كبير في البحرية الامريكية انه جرى تحليل للبيانات الصوتية واكتشفت هذه التحليل حالة شادة تتوافق مع انفجار داخلي او انفجار في المنطقة المجاورة العامة حيث كانت تعمل تايتان عندما فقدت او قطعت الاتصال واكدا انه تمت مشاركة هذه المعلومات على الفور مع خفر السواحل للمساعدة في مهمة البحثة على الرغم من انها لم تكن متأكدة بشكل قاطع قال الادميرال في خفر السواحل الامريكي جون موجر للصحفيين لمركبة آلية يمكنها الغوص في الاعماق تم ارسالها من سفينة كندية اكتشفت حقل حطام من الغواصة تايتان في قاع المحيط على بعد 488 متر من مقدمة السفينة تايتان وعلى عمق 4 كم من سفح الماء في زاوية نائية من شمال المحيط الأطلسي وعلى مسؤولين في خفر السواحل العصور على خمس اجزاء كبيرة من حطام الغواصة يبلغ طولها زي ما قلنا بخضراتكم 6 و7 من 10 متر في حقل الحطام بينها المخلوط من الزيل وقسمين من بدن الغواصة ولم يرد ذكر لما اذا كانت هناك رفات بشرية او لم يرد ذكر ما اذا كانت هناك رفات بشرية قد شهدت في الموقع قال موجر ايضا ان حقل الحطام هنا يتفق مع حدوث انفجار داخلي كارت وموقع حقل الحطام القريب نسبيا من السفينة تايتانيك وتوقيت اخر اتصال مع الغواصة بيشيره على ما يبدو الى حدوث الكارتة بالقرب من نهاية رحلة الهبوط يوم الاحد الماضي كانت انطلقت الغواصة تايتان في رحلة مدتها ساعتين صباح يوم الاحد الماضي لكنها فقدت الاتصال مع سفينة الدعم بعد مضي تقريبا حوالي ساعة وخمسة واربعين دقيقة تبلغ تكلفة الرحلة السياحية الاستكشافية لحطام تايتانيك اللي تقضمها شركة اوشن جيت منذ 2021 قيمة 250 الف دولار للشخص واحد وبدي تكون النهاية انتهت قصة الغواصة تايتان وتم بالفعل ازدال الستارة على هذه القصة اللي شغلت الرأي العام لعدة ايام فاشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دوما في المزيد وإلى اللقاء